اشتركوا في القناة متميزين واللي غادي نادرون معهم على كخيصون ديالي كونتوني وأنا فرحان بزاف على أنني استقبل معي شايمة أبو الحسن انتي ستيليست وكخيصت كونتوني سانعة محتوى فرحان بزاف على أنك حضرة معي اليوم مرحبا بك أحمد حتى أنا فرحان بزاف أنني معكم اليوم في الإميسيان شباب تولك وكنحي جميع الشباب اللي كي شاهدونا عبر قناة M24 مرحبا بك كمانا ساعد بزاف على أن يحضر معي علي الحارتي يعني انت صانح محتوى وإكسبر كاريير ساعد جدا على أنك تتواجد معي في برنامج شكرا لك بزاف سي أحمد تحت محبا بزاف فيما يقال بارك الله فيكم شايما أنبدا معك الكريصون ديالي في مغرف كيف تجيك؟ الكريصون ديالي لنصبع تلتاديا الأنواع محتوى بييدون محتوى الهي يمكن أن يكون ما عندوش هدف معين وهذا المحتوى هذا كلاحض بأن الكثير من الناس الذين يستمعونها ويجعلني خاطر على الفئة من الأطفال واليعافعين من الناس الذين يستمعونها لأنه يهربون فيه من الواقع لأنه يجب أن يجب أن يجب أن يجب على المحتوى آخر وبين قبصنا هذه ظاهرة عالمية ما خصوصي المغرب؟ لأننا نتحدث للمغرب كأنها كانت المسألة طبعا والمحتوى الثاني هو المحتوى الذي يصنع المحتوى ولكن لا يتبع استراتيجية يصنع المحتوى يقول بلا يحدد الأهداف من هذا المحتوى ويقدر يهدر على كل شيء وعلى كل شيء يتحدث عن كل شيء هنا يدوز من هذه المرحلة قبل أن يعرفوا ما يريد ما يريد يمكننا أن نجد واحد ثاني المحتوى في الكاتجورية الثالثة التي هي صناع المحتوى الهادف يجب من هذه المرحلة لأنه لا يعرف ما يريد وتكون أجربة مزيانة نعم ونحن نجد تتست وتعلم منها ومع شيئا ثاني نوع الثالث هو وانتبع استراتيجية التي تُهدر فيها على مجالات الاختصاصات لا تستطيع فعلة كل شيء. لا تستطيع تسويق كل شيء. تتعرف كيف تريد توصل من المساج للجميع. جميل وتقيمك جميل. ويبين أنواع السناعات المحتوى التي كانت في بلدنا. ونحن نجد في البرنامج سؤال لمتابعنا. ما هي السناعات المحتوى التي ترى أو لا رأيها الإنسان؟ هو الذي يحزل المحتوى الذي يرى. هو الذي يساهم. ما هو أنه يقوم بالمحتوى الهديف وانه يقوم بالمحتوى الغير الهديف. ما رأيك في التفاعل المتابعة لنا؟ أعتقد أن هذه هي مهمة الكثيرا. لأننا نقوم باستخدام التالي في الشيء الذي نرى. في مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بمثال التالي في مواقع التالي. يجب ان تتطلق التالي الذي يريد أن تتفرجه. هذا هو شيء الذي لم يكن قبل. ومن المشاركة المشاركة المواقع. ولو واعين بأنه لكليون إلا رائعين. وفنال تبعو لتبعو لتندانس ديال شنو نسباغين ورجعو لهم لكانترول. داباليوم إلا كنتي كتسكرولي في أي غيزو سوشيال شحال ما كتتبع واحد لتيب دو كانتوني سبيسيفك شحال ما داك لكانتوني هو اللي كي يخرج لكتال. تفو مام أنك تشوف دي فيديو معجبين كتو بلوكي وانسي دسويد. دانك مثلا هترانا للغيزو سوشيال وشنو كنقصمي آنا فرايما كنستافد من الغيزو سوشيال بوحد طريقة كبيرة حيش دك اللي كنشوفه هو حواج اللي أنا مهتم بهم واللي غالين نفعوني اللي في دومان ديال. وعندس سراتيجي يعني ومستر أهداف اللي تخليك أنا أنا أتنظم يعني وكنت إذن منه نشحة من حاجة وكنت إنسبير منه دانك دابال نقدروا ساعات وساعات وساعات من الأحسن أنك تكون صومي الكنتوني بوعي لحقاش إذا بقيت تسكرول وما تتعطيش أهمية لشنو الكنتوني اللي كتشوف وفينالغ يتلقى الكنتوني الخائب علاش حتى شو سمبل مول لما جوريتا الناس يرياجي وغيام على الكنتوني الخائب وإذا أنك أنت متميز وفي خيتي ترياج الكنتوني زوين شوية بشوية غالي أنت تأخذ الكنتوني وهذا كوالو الكنتوني اللي يبدأ كيبال لك وغالي تقدر تستفيد منه بزار شكرا على نصائح القيمة وأنا متأكد على أن المشاهدين سيستمتعوا معنا اليوم في هذه الحلقة ونحن نستطفو خيرة شباب والذي عندهم يضيفوننا اليوم شي ماء الفرق ما بين صناعات المحتوى وصولنا على المحتوى وعلاقتهم سواء بوسائل التواصل الجماعي أو بلا ميديا ماذا تقدر تقول في هذا الأساس سيناعات المحتوى هي بحل هذا الجورناليست اللي كيوجد لإميسيون ديالو باش يقدر يحاور الشخص اللي قدام صانع المحتوى كيمشي كيبحث في السجاء اللي هو باري يوصل ولا في الميساج اللي باري يوصل كيبدأ من فكرة كي ترجمها الواحد الفيديو ولا واحد البوست ولا كاروسيل ويحاول أنه يترانسمي هذك الميساج أتخافر هذك الفيديو الكاروسيل ولا البوست ومن ثم كي أعطينا واحد الحاجة اللي كتنفعل كتعطي إضافة القيمة مضافة هذك اللي كي يستهلك هذ المحتوى كين واحد الإشارة اللي بريت نشير لها هو أنه اليوم كين ناس اللي كاملين في السوشيال ميديا كيعتبرونا فلي زاج Lu doubts epoxy المستهلك مؤلاء مؤلاء لكنني كنهضرو على الكميونيوتا ديالك نقولو راهدا نانو انفلوانسر هذا ميكرو انفلوانسر هذا مكرو انفلوانسر الوحكو الانفلوانس سنه با لكرايصان ديالك الانفلوانس سي سي انا بغيتك تأثر بهذاك شي اللي كندير الوحكو ستانع المحتوى كي يجيب لك واحد الحاجة كي يقول لك كيفاش تدير لها ولا هاش نودرت انايا كي يحضر لك التجربة ديالو ولكن هو هير يتنسبير يتنفلوانسر ويجب انفلوانسر ويجب انفلوانسر في اليوم نفرقو ما بين الانفلوانسر ويجب انفلوانسر وانعرفك هذه المسألة يعني كتأكدين لها وما كرتك يعني تعطينا نصيق حالب السبال الناس اللي كي شاهدون واللي خبراء في الميدان وتعطيهم يعني تمريرهم رسالة مخلاüğة شنو تقولهم اللي رسالة هنال خبراء ما بين اللي كي شاهدون الم scoldedك ونت نعرف يمكننا أن يتعلمك كبيراً لكن ما يريد بشكلف من الإنسباب لا يتعلمك هنا في البطاعة الكثير من البناء يتكلمون عن الفدوارس أو العبارة أو شائعة بالبعض نحن نقلون فعلاً تتعلمنا عن الوزن لنقدروا عن طرق كلمة سيجعلنا سؤال نشكرنا ونحن نتكلم على عن استناعات المحتوى. كنت تكلموا على حلقة دينا. ضروري نهدروا شوي على الحامل المشاريع. على الناس اللي بغين يدخلوا يعيشوا تجربة دي المقاولة. عالي. شنو ندرك رسالة اللي سعطة الحامل المشاريع. شنو بالنسبة لك الصيفات اللي خصومي كونو في حال إنسان اللي حامل المشاريع. ميكان قولو كخاتوك دو كونتوني فهو عبارة عن مشاريع. يعني فكرة. ودخل في هاد نيتا خدا. شنو الصيفات اللي خصومي كونو في حامل المشاريع. أكتر هذا جو پنس كن نركز الليها دائما حتى في الفيديو اللي كان قولو مو أنه الواحد مخصوش يبدأ كيفكر جو پنس فدكش اللي غادي ببارتاجيه. ولا فكيفاش يقدر انفلوانسة للجن. مخصوش يفكر فكيفاش يقدر انفلوانسة راسه هو اللو. كيفاش يقدر انه هو يدفروبي سكيلز ديال. كيفاش يقدر انه هو يتعلم حوالي جدال. جو پنس كحنا انطنو كو خياتات كونتوني لحنا اوال المستفيدين من ذلك اللي احنا كن بارتاجيه. وهذا شيء يطابق حتى المقاوالة. الحاجة اللي أنا لابا مثلا كاللحظة هو أي واحد مثلا كي يلقى واحد الصعوبات في أي ميدان كي يحاول يهرب من ذلك الصعوبات كي يقولك اوكي انا غديندير واحد المشروع ديالي. قد نكون انا انتخاب خانا. وكي بدك يفكر في الفكرة ديال المشروع ديالي قبل ما انه يفكر فراسه هو شنو هما الكمبتنس اللي عنده اللي غد يخليوه انه يهز داك المشروع يمفي بيه القتنا. حين لانه ديمسألة ضروري يخصنا نفكر فراسه في الاول. بيانسور. حيتاش الستارتاوب وكاني بزاف ديالي اكسبار اللي كي اكدوا هالقضيه هالي هالي استارتاوب اللي كتبدا. شنو شنو هي لغوسوس ديالها اللولة. مش الفلوس. مش الفكرة. هي مول داك الشرك. ولا مول داك الشرك. حيتاش اللي زيدي يبوف شانجي. يبوف ايبولي. اللي فنانس من يقدر يجي. ولكن داك الشخصي لا مخدمش على راسه ولا مخدمش على السكيلز دياله. ما حاولش انه يتعلم دائما. رغم اغتي افانسي. دونك بالنسبة لي اول خيس لخص تكون عند حامل المشاريع. ولا الكرياتور تكونوني. هو لطو افرنتيساج. كيفش هو باري انه يزيد براسه القتام. تاني حاجة جو بانس هي لابخيز دوريسك. حيتاش لابخيز دوريسك. واحد الحاجة اللي مهمة. وانا كنقصوصيها ديما بلا بخو اكتيفيتا. كنقصد بلا بخو اكتيفيتا. يعني انك تتنود. وكتحاول تشوف شنو كيتسنك. وكتاخد اون انيسياتيف عادك شلي ما زال موقعش. واممطن انك تتعلم باش انفو كتوصل ذيك الفرصة اللي انتايا. كتكتسنها كتلقاك واجد. وهي واحد حاجة اللي جي ماشي حاجة رغي الى انتخابخنر اللي عنده انبروجي. ولكن حتي عندي انتخابخنر اللي خدم فشارك. حيتاش واحد اللي كنسبت ما كنا ندراش اللي هو انتخابخنايا. يعني تقدار تكون انتخابخنر. ولكن ماشي ضروري فشاركة ديال. بتات في شاركة ديال واحد اخر. ولكن كتتخدم كل نهار باش انكتتموبيلزي مشاريع جديدة في ديك الشارك. باكسونالما جو ما كنصيدر كم ايطان انتخابخنر. يعني خدم مع وحد الناس على الافكار ديالهم. ولكن اللي بداك شي. وكنحاول اشاك فو انا ننينوفي. انا نجي بحوالي جداد. باش انا ننافنسي وانسان بدك اللي بخوش. دنك الخيصة التالتة هي انه الانتخابخنرية دنزان برميه تان مينزيت. قبل ما انه يكون غير فكرة. دنك. لابخيز دي ريسك. لوتو أفرنتيساج. ونشوفو الانتخابخنرية كم ايطان مينزيت قبل ما ايها جغل. جميلة انا كنشكركين على هذه الرسائل القيمة. شايماء. ستيليست. كي خاك تكون تونيو. بغيت نهدر معك على الستيليزم. كيف تقدر تكون في هذا الاساس وكيف جاتك الفكرة. ومن خلالك ما كرهتك يعني تعطي رسائل الشباب على انه لجتنا واحد فكرة مصافي. خسنا نخرجوه. نحاولو نتبقوها في الارض الواقع. كين واحد الموهلا باش انها تبقى يعني كتدور في الرأس. ولكن الخطوة الأولى مهمة. فكيف جاتك الخطوة الأولى ما كرهنا نعرفه. كيف هي النصيحة التي تقدر تعطينا للشباب. وهدرنا على ماذا نقدر حياتك اليومية. حسنا. الاستيليزم هو شيء ما كنا نفعله. عندما كنت صغيرة وانا ديما كنت خيل غوبة اللبس. كنت كمشي كنت نرسمهم أو كنت أختي كنت خيط. كنت قل لها انا بغيت هذا اللون هذا مع هذا اللون هذا وكيفه كنت خيط. هل حلو من طفولة من طفولة؟ وانا كنت قل لها ديما. واحد النهار جان بيانسور حنا في المغرب ديما كنت نشجعوش بزاف لعق أوتان كمتي. لعق الابيه دينا كيف يدروا ديباركو أوردناير ميدساً انجنية. يدروا فكرة يكادسايدة في واحد الوقت. اه اكزاكتما. لذلك بيانسور انا من هادوك الناس درت ام باركور سينتفيك. جنر جي فى ديوتي ليسانس فرو ماستر سبيساليزة دون دي دومان كي ننه ريان اووه اوه. وبقت تخلت الخدمة. ولكن بقى عندي دك الحس الفني. كي شاعل. كنقول خاصني ندير شي حاجة. والحنين لديك الافكار اللي كانت عندك حالات. واحد نهار جاءت واحد الوقت اللي مكانش متوقعها نهائيا. عندك لك. خديت ان جدي ميسوني. قرار شجاع. وصافي. وقررت انني نعرف فراسي انا شنو بغى فالحياة. فشنا هي الرسالة ديالي اللي خاصني نوصلها من هنا القدرة. وهذه رسالة انتي فصدد على نكة وصلها الشباب اللي كي شوفونا. لانه مراسك تنخدوا قرارات شجاعة. ما كانوا قولوش الناس يعني خرجوا من خدامكم. ولكن كانوا قولوليا كل الناس. واخدتك سكون عار فراسك. وصراحة القرار ديلا ديميسيون دالي. وانه مجلش جنو بحالا يعني مجلش. لا كنت متوقع انني غندير هذا القرار. ولكن هذه القرار مفعلية بزاك. لانني خديت واحد ديلا بوز. وفكرت شنو خاسنين دي. شنو انا الداخل ديالي خير كلي. وانه مجلسيون ديالي. يعني نتحنني ديالي ترمي sur دي بروتوتيب. باش نقدر نوصل للا perception ديالي. الموضة والأزياء كمغربية للعالم. نفتخر بك من الرسائل التي أخذت من حديثك على أنه عطفا على الكلام الذي قال سي علي. لنرى المعارضة للعامل. لكن المعارضة يكون قابلة تأخذ قرارات التي تكون حاسمة في حياته. لأنه يمكنك تشكل الفريق. سألن نتحدث معكم. نتحدث عنه. ومن خلال كان نصح الناس على أنهم يدخلوا في مواقع التواصل اجتماعي والأبطاعة جديالك. يعني في الغيزو سوسيو الخدمة الزوينة التي تفعل. سألن نتحدث معك علي. لن تكون تحديث عن مواقع التواصل اجتماعي وتفيد الشباب بالخيبرة وتبارك الله عليك بالمواهب والنصائح والقيمة. وما يمكنك تكلمنا على ما تفعل والنصائح التي تتعطي الشباب وما كان هناك تتعطينا مختطفات من النصائح المشاهدين التي يشاهدونها. نتحدث عن ثلاثة الموضة. الأول أن تتعطي إلى واحدة سيرة ذاتية التي تكون احترافية. بزاف ديال الناس اللي يشوفون دابا غالي يقولوا بأن عندهم واحدة سيرة ذاتية اللي هي مزيانة. ولكن احنا كخبراء من اللي كنمشي وكنشوفوا فريمون ديكس سيفي واش مقاد كلقوا بلا فيه أخطاء كبير. إلى تحتنا بعد الفرصة من بعد نقدرنا ندرع لشنو ما الأخطاء اللي كيكون. طيق سنأخذوا الوقت أنا نشوفوا لسيفي ديالنا كيف يدير. واش ها تصير الداتية كن أدابتوها لحساب شنو هو البزوان ديال شركة اللي احنا بغير نستعنو بقاء خارجية باش يقيموننا يعني يعني تقدر تبعنا على أنو سيفي ديالنا مزيان في حين على أنو إلا شافوا شحد ديالهم ريوجهنا. معظم ديال شباب مرحلة أكيد أي هذا ولا هذا معظم ديال شباب شنو كيدير كيدخلو لجوغل مثلا لأي موقع بحث كي يقلبو على تامبليت ديال 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 جدي وكي أعمر دوكلي تامبليت ساشان كدوكلي تامبليت ماشي دراري يكونوا أدابتو لبزوان ديال المارشة ديالنا في المغرب كي يقبطو نفس تامبليت وكي يسيفطو نفس ديال لجميع الشركات ساشان كالشركات عندهم ديال بزوان اللي مختلفين ديال انا مايمكن لش نتفعل واحد شركة اكس عندها وحد لزيجي جانس ومشاكل 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 لجميع شركة ديال 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 تامبليت لنترتيم ماشي سی تامبليت ماكينش واحد لكي تزاد بخيس على الأفكار ديالي. خسني واختك بالواقع ويعيش تجاريب. أنا وحد الإنسان أنتخوفيرت. ولكن من الناس كنقول لهم هاد المعلومات كل شيء يقول آه لا ما يمكنك كيف أشركت عرفتها درم مع الناس. هذه ليست كاليتي اللي كانت فيها. هذه هي كمبيتنس اللي أنا أتكبرتها بالواقع. هذه رسائل أخرى يعني كنت نستفعلها. يعني خسنا أنا ننديفلوبي هاد الالا كمبيتنس هادئة. أنا نمشي ونفوط لماكسمم دان تخشين. كيوالي الوبجيكتف ديالك من كيف تفوج أن تخشين ماشي أنك ضروري تقبل في ذلك الخدمة إلا كان عندك فيها خير بيانسور وربي سهل لك رقادي تتقبل وكلما تتقبلتيش رك ربيحتي بعد المهارة لأنك تفوج أن تخشين مزي. جميل. كان شكرك يعني على الرسائل الجميلة وأنا من خلال كان نطلب من المشاهدين والشباب اللي يشوفون على أنهم يدخلوا لصفحات ديال اللي كيينين ديالك في وسائل التواصل الاجتماعي وياخدوا يعني النصائح لأنه هادي نوبدا من بزاف ديال الأمور اللي كتقوم بها يعني على على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي واناك نحييكم بجوج على الأعمال ديالكم على المحتوى الهادف ديالكم. غان نرجع معاك شي ما باش نتكلم معاك إلا قدرت تسعتنا بعوشال يعني في إطار العمل ديالك الفرق ما بين ستيليزم وموديليزم. وغادي نتكلموا على واحد الانيسياتيف اللي تتكلمنا عليها أنا مياك في الكوليس وما كرتكش على أنه تشاركها مع المشاهدين ديالنا قبل ما نختموا الحلقة ديالة. بيانسور. الفرق ما بين ستيليزم وموديليزم هو الفرق ما بين الارشيتيكت الوجيني سيفل. الستيليست يفعله ستوري بورد ديالو المودبورد ديالو. كي اختار الألوان اللي يخدم عليها. التكستور اللي يخدم عليها. اللي يخدم عليهم. من أبيت كي ابدوا كي ا偷ر لماذا يشطروا اللي يخدم لهم ديالو. بعد كان result في إطار العملد ديالو ديال Legislative وإطارات الألوان اللي يخدموا ر ي Vielen Library ont. كلهم هم ستيلسة. على الباس. يمكنهم تتعلم بعد المدلسة لكن على الباس يشعرون الكثير من ستيلسة. تاريخ مبسط وواضح. وأنا تعجبني هذه الطريقة كيف تفسير الأشياء عندك تعطي أمثلة هادفة. الإنسياتيف. المبادرة التي أريدنا أن أتعلمها هي هي مبادرة مبادرة كأني لأنني أتعلمها ومعنى أمور ومعنى أكثر ومعنى أكثر وأنا متأكد أن المشاهدين الذين يجبونك يشعرون الطريقة التي تتحدثت بها ومعنى أموشات التي تحاولت توصلنا. المبادرة التي أتعلمها كانت واحد منها. قمت إلى الفيستيفال وأكتشفت في واحدة الجمعية رائعة جدا. هي الأسوتيation d'ايد aux enfants dans مبادرة. هذه الأسوتيation تعاون الشباب التي أنا أسميهم أبطال بزيرو والتي أحييهم من برنامج. تجعلهم أنهم يكتشفوا فراثهم الأرض الذي يوجد داخل ديالهم. تعرفوا الأكول هذه الجمعية هي الأسوتي في الأسوتي في الأسوتي في الأسوتي التي تجعلهم كبيرة تجعلهم الطبخ عندهم تلك كتور ترديسوني ومدرن. عندما ذكرت زيارة في المقر في التي تجعلها 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 مع الجمعية ومع العلامة التجارية التي تبيع البلغة المغربية أوتغا. حاولنا ندير هذا العمل ونصرنا هذه المبادرة لكي كل البلغة تجعلها 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 لذلك تجعلها تجعلها ومن خلالك نحيي جميع الأشخاص الذين يحاولون أن يدفعوا بالمورود التقافي ويدفعوا بلدنا لقد سعيدا لأنني لا أستطيع لا أستطيع الوقت بسرعة نعطيكم كلمة أخيرة كلمة أخيرة أو نصيحة علي كلمة أخيرة كلمة أخيرة مرة أخرى سي أحمد شكرا بزاف على استضافة لك أنا نصيحة دائما نحن اليوم كشباب لم يكن لدينا إذن أن نقول لماذا لا نعرف لماذا 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 أن تريد أن تصل إلى حياتك إذا كان لديك حلم أن تصل إلى الإنترنت وأن تستطيع تصدقائك لتصل إلى ما تريد ولكن لا تريد أن تكون في المدارسة لأن تخرج لماذا نحن 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 لأن يوجد من المدارسة و لك تقرأ و لكن نحن لا تستطيع تستطيع أن تستطيع أن تستطيع إليك لأن من العمل أن لا تقرأ كتاب و تستطيع كم لكن المترجمات هي المهمة لذلك يمكننا التعليمات لتعليم على هذه النصيحة جميلة وانا كنت سعيد جدا على أنك كنت حضر معي في البرنامج شايما؟ شكرا لأحمد على السودافة وشكرا للشباب الذين يتابعونا أنا بغيت نوجه واحد كلمة لقاء الشباب المغربي انتوما شفتو المنتخب المغربي شنودار؟ ديرون نيا ديرون نيا حد دباحنا في واحد الديناميكية مهمة جدا واحد الحركية مهمة جدا في المغرب احنا الشباب هما اللي غنحملوها باش نقدرو نوصلوا للمغرب العالمية اللي بغينا باش نقدرو نوصلوا على القيمة ما سيرو شوفوا الأهداف ديالكم كل واحد في المجال الاختصاص ديالو احنا بغين كل شي كيف ستيليست كيف كرياتور كيف جورناليست كيف صانع تقليدي كلهم بحل بحل وكل واحد كيقدر يوصل للمغرب للقيمة شكرا بزاف شكرا لك شيماء شكرا علي يعني كانت حلقة مليئة بحب الوطن وبجموعة ديال الأمور الجميلة اللي كانت تقسموها كشباب فكانت مني على أنه الشباب والشابات اللي كيشوفوني يكونوا لسقطوا هاد الإشارات أما أنا بطبيعة الحلق قبل ما نختم ضروري ولا بود على أنني نحيي الطاقم التقني الرائع اللي كيصار على الإعداد ديال الحلقة وفي انتظر على أننا نتلقوكم في حلقات مقابلة إن شاء الله كان كلكم أصبحوا بكم